السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم مرة تانية في شرح كتاب ديزاينينج انترفيس 3rd edition إن شاء الله بإذن الله نتناول عرضة شرح شابتر 6 من الكتاب بتحت عنوان موبايل انترفيس معيكم سماء شهيب أستاذ مشارك قسم نظم معلومات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة من عنوان الشابتر فهو أكيد بيلمس كل شخص في المجتمع حالياً مفيش حد ما بيستخدمش سمارت فون أو تابلت طيب عشان نعمل ديزاين للموبايل انترفيس ده مش حاجة سهلة أو حاجة بسيطة أو عادية لحضرتك لما بتعمل ديزاين بتكون موجه فكرك بشكل أساسي إن الديزاين ده ممكن يدخل جوه كل بيت ممكن يبقى بيستخدم الابليكيشن اللي هريك عامل له ديزاين تحت ظروف صعبة جداً أو في environment requirements صعبة أو في إضاءة معينة أو حتى التوتشز أو الفينجرز اللي هتعمل التابينج أو التوتش على السكوينز برضو ليها سمات مختلفة وبالتالي في حضرتك لازم تكون ملاحظ إن اليوزر اللي هيستخدم الموبايل الابليكيشن أو الموبايل انترفيس هيستخدمه في أوضاع وعمليات وظروف شديدة الاختلاف عن بعضها مش زي مستخدم الكمبيوتر العادي وبالتالي ممكن حضرتك تحتاج إن حريك تعمل مثلاً حاجة زي ويب سايت إن حريك تعمل لها واحدة تتعرض على الكمبيوتر وواحدة تتعرض على الموبايل في الشابتر دانش هندخل طبعاً في تفاصيل برامج التصميم لا إحنا هنددي المين رولز اللي حارتك كدزاينر لازم تمشي عليها علشان تعرف إزاي تحسن اليوزر إكسبرينس وهو بيستخدم الموبايل سنبدأ بسم الله أول حاجة التحديات والفرص الخاصة بالموبايل ديزاين أول تحدي خاص بالتاني سكوين سايزز أو أحجام الشاشة الصغيرة اللي حريك مفترض هتقدم ديزاين بتاعك عليها في حالة تصميم للشاشات الصغيرة لازم تعمل تجريد للدزاين بتاعك من كل الإضافات اللي ممكن تتعرض وهي ملهاش لازمة على السمول سكوين تاني تحدي الـ variable screen width إن حضرتك مش بتصمم لـ width معين أو لعرض معين للشاشة لا حريك بتعرض المحتوى بتاعك على شاشات طبعا متغيرة في الأحكام وبالتالي لازم ديزاين بتاعك برضو يكون مناسب لكل أنواع الشاشات طيب جميل ثالث تحدي touch screens touch screens يعني حريك بتصمم حاجة هيتم التعامل معها باللمس وبالتالي لازم تاخد بالك إن عملية اللمس لازم لها إن الـ element نفسه يكون بحجم مناسب يناسب عملية اللمس أو يناسب الـ fat fingers أو مثلا الـ hazy fingers أو الـ ID المرتعشة شوية وبالتالي لازم حرك برضو هنشوف مع بعض إزاي تعمل الـ elements دي ولازم تراعي ظروف معينة اللي هي تسيب حوالين الـ element بتاعك فراغ مناسب يستقبل عملية الـ touching بسهولة فهو مخترح هنا إن في حالة الـ android devices إن حرك الـ element بتاعك ما يقلش عن 9 ميلي أو 48 في 48 ديسميل في حالة الـ ios برضو حرك بتعمل 44 في 44 point للـ apple devices جميل رابع تحدي معينا difficulty of typing text عملية الكتابة على كيبورد صغير في سكوين صغيرة برضو مش سهلة لمعظم الناس أو لناس كتير طيب علشان كده حضرتك بتوفر عليهم عملية الكتابة إزاي إن حضرتك ممكن تحط default values في الحاجات اللي هيستخدم أو اللي هيحتاج من الـ user إن هو يدخل البيانات خامس تحدي فإن هو لازم حضرتك تراعي الكلام ده وممكن تستخدم الـ auto correct في عملية الـ entry للـ users جميل جميل كمان من التحديات اللي ممكن نواجهها في عملية الـ design location awareness طيب أنا كـ designer احتم لي بأنني أعرف الـ location الخاص بالـ user طيب مش ممكن لما أعرف الـ location أعمل عملية adaptation للـ application نفسه على حسب الـ location سيء مثلا حريك بتريد له مثلا مينيوز أو مجموعة مطاعم حواليه أو مرتبطة بمكان الـ user فيها بتقدم أكل معين على حسب الـ favorite list بتاعة الـ user فبالتالي حريك هذا الطريب إن أنت تربطه بالـ location ممكن تعمل adaptation للـ application نفسه إن هو يعمل automatic awareness بـ الظروف مثلا المناخية في المنطقة أو الوقت الحالي في الـ location اللي الـ user فيه وبالتالي يعمل adaptation للـ application برضو على حسب situation اللي الـ user ممكن يكون متعرض له دلوقتي الـ location awareness ممكن يفيد حضرتك في البرنامج بشكل أو بآخر social influences and limited attention ده سبع تحدي وإن هو حرك ممكن تكون بتعمل برنامج هيتم استخدامه من قبل user وهو مش مركز بيبقوا ماشين في الشارع وبيستخدموا بسرعة الـ application فبالتالي لازم حضرتك طراعي في الحسبان إن عملية الـ loading عملية الـ interaction لازم يكون في العرض نفسه بطريقة مناسبة عايز تلفت نظر الحاجة معينة يكون العرض بتاعك بـ scoop على الحاجة دي أو بيركز على الجزء اللي حضرتك عايز تعمل الـ attraction للـ attention بتاع الـ user ليه طيب دي كانت معظم التحديات الحركة designer ممكن ترجحها وإنت بتعمل small screen design طيب how to approach a mobile design ايه الحاجات الحريك لازم تفكر فيها وحضرتك بتعمل mobile design جمعهم لك في بعض النقاط الأساسية أول حاجة what do users in a mobile context actually need لو فيه يوزر مثلا هيفتح ويف ساعة على الموبايل طب هيحتاج ايه؟ هيحتاج كل التفاصيل اللي يوزر العادي هيشوفها؟ لا طبعا ممكن يستخدم الـ design بتاع حضرتك فيه context معينة بعينها متديلك أمثلة هنا على context اللي ممكن يستخدم فيه الموبايل بشكل عام لو الـ user مثلا محتاج to know أو يعرف fact معينة بسرعة لو هو عنده بعض الدقايق وعايز يعمل entertainment برضو سريع لو عايز يعمل connection with socially يعني يـ interact مثلا with social media application If there is something I need to know right now tell me what is relevant to the place I am in right now عايز الـ application يكون متوقع هو موجود فين أو يعرف هو موجود فين ويديله زي ما احنا قلنا افتراضات معينة او default values ممكن يستخدمها في الـ situation اللي هو فيه طيب جميل تاني حاجة حرك تعمل الـ site بتاعك او الـ application to its essence يعني ايه يعني تجرد الموقع او محتوى التطبيق بتاعك للوصول الى الجوهر بمعنى ادق ان حضرتك ما تعرضش كل حاجة موجودة على الـ website او على الـ content او الـ content بتاع الـ application لا حضرتك هتحتاج حاجات معينة اللي هو الـ main content الـ main interaction types او navigation types الموجودة وتتعرض بطريقة مناسبة لـ user الموجودة طبعا في الـ application طيب مدينا هنا مثال وضيء لتصميم بور موبايل design تصميم وضيء او فقير ليه؟ لانه حاطت كل حاجة حاطت كل حاجة بـ styles مختلفة بشكل غير مريح للعين حاطت كل حاجة مش مركز على content معين وده طبعا بيرهق الـ user جدا وبيخليه ينفر من استخدام الحاجة اللي حريك مصميمة طيب كميلا ثالث حاجة تحطها في الحزبان حيث ممكن ما تعملش كل حاجة from A to Z ممكن تستخدم الـ device hardware حاجة زي مثلا location camera voice integration habitual input habitic feedback كل الحاجات دي ممكن حاجة تستخدمها من hardware والحاجة بتشتغل عليه نفسه بعض الـ devices بتقدم multitasking او ان حاجة تكون شغالة في الـ background والـ user بيعمل حاجة تانية زي مثلا application زي sound cloud اللي في بعض الـ devices او هي معظم الـ devices الحديثة حاليا الحقيقة ممكن تشغل كذا حاجة في نفس الوقت او اليوزر يشغل كذا حاجة في نفس الوقت فممكن تستخدم multitasking facility الموجودة في الـ device linearize your content معنى linearize your content يعني ان حضرتك تخلي المحتوى بتاعك بشكل خطي او زي ما هناخدها في الـ pattern الخاص بالـ vertical stack بمعنى ان الـ user في معظم الاحوال بيتصفح من فوق لتحت او بـ scroll down علشان يشوف بقية الـ content فحضرتك برضو تصمم الموقع بتاعك يكون في موضع او الـ content بتاعك عمتا يعني يكون بشكل linear خامس حاجة برضو تحط في الحزبان ان حضرتك تعمل optimization for the most common interaction sequences يعني نحرك تعمل تحسين لعمليات الـ interaction او لعمليات الـ interaction الاكثر شيوعا طيب قوة العادة ان في بعض الـ heuristics اللي بتتاخد في الحزبان اثناء زي eliminate الـ typing بتقلل الكتابة زي ما احنا قلنا or reduce it to as few characters as possible use as few screen loads as possible and don't inflate screens with unnecessary bytes download times can be very slow most parts of world are still outside the reach of high bandwidth wireless internet facilities فبالتالي برضو لازم تراعي عملية screen loading تكون اقل ما يمكن الـ images اللي فيها ما تكونش كبيرة اويل درجة انها تاخد وقت في التحميل ثالث حاجة reduce the scrolling and sideways dragging أو التقلل عملية التقلل عملية التقلل الـ scrolling للـ content إلا طبعا في حالات معينة زي ما هناخد ان شاء الله في الـ infinite content التقلل لسه هنتكلم عليه بعد شوية ان شاء الله رابع حاجة reduce the number of tabs it takes for a user to reach the desired information or accomplish a task يعني حضريك بتقلل الـ number of tabs اللي هيخدها الـ user علشان يعمل مهمة معينة بعد كده هنتكلم some worthy examples أو هيكلم أو هيعود لحضرتك بعض الـ examples اللي بتطبق الـ heuristics اللي احنا اتكلمنا عنها ده حاجة زي native ios app واللاجس mobile booking.com هي مشهور جدا بـ يعني one of the best design websites أو applications بشكل عام New York Times gratuit و music memos رغم أن الـ design simple جدا إلا أنه هو بيوجه الـ user نحيط interaction معين وهو ده اللي هيهمه الحقيقة طيب هنتكلم دلوقتي عن مجموعة من الـ patterns الخاصة بالـ mobile design زي ما تعودنا في الـ chapters اللي فاتت بيشرح الأول الـ concept وبعدين بيتجه نحية الـ real design patterns الخاصة بالـ concept اللي هو شرح فهنتكلم مع بعض سريعا ان شاء الله هنستعود مجموعة الـ patterns اللي بتشمل vertical stack film strip بالـ touch tools patterns bottom navigation thumbnail grid infinite list collection and charts generous borders مجموعة اللي احنا تناولها دلوقتي. إن شاء الله بإذن الله هي كلها سهلة وبسيطة. بس لما تعرفها بتكون يعني بتؤدي تصميمك بشكل standard أو بتبني تصميمك على standard rules. طيب. vertical stack. ده أول بطر أن معانا. معناها من اسمها كده. vertical stack معناها إن العناصر مترتبة بشكل رأسي. vertical stack بتستخدمه إمتى لو هيتم عرض المحتوى بتاعك على devices by different sizes. وده طبعا العادي يعني إن حريك بتعمل mobile design بقى هيتم أكيد عرض المحتوى على different sizes of devices. فبالتالي هتحتاج إن حريك تاخد في الحزبان أن ال user بينزل لتحت عشان أو يعمل scroll down. عشان يشوف بقية المحتوى. طيب العناصر الأكتر أهمية لازم حريك تركز عليها في vertical stack. في البداية أو في أول الشاشة. جارة العادة في ال vertical stack بيقول لك أول mid pixel هما أهم هو اللي حريك بتحط فيها أهم حاجة عايز ال user يركز عليه. طيب. ال examples بتاعتها بسيطة كلها. حاجة زي. هلنعمل سوريا كده عشان حراركم تبقى ربح عليكم أكتر. ال REEI والراشنطن بوست والESPN. دي كلها sites مستخدمة vertical stacks. نلاحظ هنا أن ال labels معمولة جنب معزرة تحت controls أو فوقها. مش جنبها علشان بحيث أن هو يوفر ال horizontal space في ال application بتاعه. طيب. ده برضو salon.com. برضو مستخدم vertical stack pattern. برضو labeling زي ما حالكم شايفين. لو عايز يحط label بيحطه تحت أو فوق control. تاني. آآ بتاعتن معينا اللي هو الفيلم اآه سويب. فيلم سويب يعني شريط سينمائي. طيب شريط سينمائي ده بستخدمه إمتى؟ أو بحطر إن أنا أعمل آآ أو أستخدم ال design pattern ده إمتى؟ ؟ لو اليوزر سيتحرك. آآ آآ إلى القدام وورا. آآ ويعمل آآ.. سويبنج ما بين آآ آآ هذاiggرا كدام وورا لعرض محتوى معين. وغالبا المحتوى ده ببقى visualize. حاجة زي مثلاً مجموعة من الأفلام أو صور أو فيديوهات أو الويدر أبليكيشنز اللي اليوزر بيعمل برضه فيلمستويب تابينج علشان يعرض التقص أو المناخ في الدول المختلفة أو في الأماكن المختلفة جوه نفس الدولة. فبالتالي لازم تراعي ان الكونتنت اللي هيتم معرضه مفيش مساحة ليه تمام في نفس السكريين فبالتالي لازم حرك التراعي ده ان كل كونتنت يكون فيه سكريين لوحده بس فيه مشكلة تانية ممكن توجهك ان في بعض اليوزرز فيلمستويب بيضيقهم بمعنى ان هو مش معايز يعرض يعمل سوابينج كتير علشان يوصل للكونتنت اللي هو محتاجه. فبالتالي حرك بردود لازم تضمن عملية السيرش مثلاً كحاجة مهمة جداً لليوزر بحيث ان هو يقدر يوصل للكونتنت اللي هو عايزه بسهولة. مواقع الاخبار زي البي بي سي نيوز. الائفون ويذر اب او اي ويذر اب برضو هيكون بنفس الدزاين غالباً. ثالث بتون معينا اللي هي التوتش تولز. التوتش تولز اي هي؟ هي تولز بيتم عرضها في الشاشة في اماكن معينة لها وظيفة معينة. زي مثلاً اللي احنا بنشوفها في اليوتيوب او في اي فيديو أبليكيشن. عملية البلاينج عملية البوز عملية الستوب عملية الفوروود او باكوروود بعدد ساكنس معينة. كل البتونز دي عبارة عن تولز او دوتش تولز. طيب بنستخدمها امتى؟ قلناها بضمن الكلام انها هي لو هيت بتعود صور فيديوز حتى ببعض الجيمز. او بشكل عام في المالتي ميديا اللي بيملى الشاشة. تمام؟ المالتي ميديا ابليكيشن اللي ممكن يعمل فول سكوينينج. مش عايز يخلي الشخص مركز في مكان معين عشان يدور فيه مثلاً او فوق الشاشة او تحت الشاشة على تولز. لا. عايز يكون كل طول اليوزر محتاج ان هو يكون كل طول في مكانها على الشاشة او متفرقة. وده اختفي وقت ما هو يسيب الانتر اكشن مع الشاشة لفترة معينة. زي ما احنا بنشوف مثلا في اليوتيوب. اليوزر مش محتاج الادوات تكون بشكل كبير. الادوات دي تكون متوزعة على الشاشة زي ما احنا قلنا في اماكنها او في الاماكن المتوقع اليوزر يلاقيها فيها. واخر حاجة ان هي تختفي زي ما احنا قلنا حريك بتعمله هاديزان لازم تعمل حساب و ان الادوات دي تختفي بعد بعد عدم الانتر اكشن من الوجوزر لفترة معينة قلنا الأمثلة بتاعتها زي اليوتيوب زي الابي النوت and Amazon Bottom Navigation رابع باترنا معنا Bottom Navigation Bottom Navigation من اسمها إن عملية النافجيشن اللي حذرك إليه الـ Global Navigation الخاص بالابليكيش طبعا نرجع ثاني لشابتر ثوية عشان نعرف أنواع النافجيشن أو معنا الـ Global Navigation الـ Global Navigation يكون في الـ Bottom of the screen ما تحطش الـ Navigation فوق لإن هو مفترض إن الفوق ده زي ما احنا قلناه بيكون محتوي على Most Important Content of your Application طيب أمثلة للكلام ده زي الـ Navigation اللي هنا في الـ Bottom عملية الـ Navigation برضو حضر تخطعت طيب الـ Bottom الخامس اللي معنا النهارده Collections and Cards Collections and Cards هي مجموعات من البطاقات طيب يعني إيه بطاقات؟ يعني Thumbnail Photos مثلا أكيد هتكون Visualized يعني أكيد هتكون Images أو Pictures بشكل معين معظم مواقع بشكل عام أو اللي عندهم أو فيها News Sites أو Video Content أو Image Content أو حتى Libraris الكتب والمواقع دي كلها بتعرضها بشكل أو البترن الخاص اللي هو Collections and Cards فحريك لو بتصمم أي حاجة من الحاجات دي متوقع أن حريك تستخدم نفس البترن لأن الـ User Perspective بيكون متوقع أن هو يلاقي نفس الطريقة العرض في المواقف أو في Similar situations جميل Examples زي ما احنا قلنا اللي هي زي مواقع الأخبارية مواقع عرض الأفلام البودكت في Amazon.com and so on جميل سيدس بتوني معانا Infinite List Infinite List ده طبعا أول ما تسمع Infinite List أو قائمة لانهائية بييجي في دماغك على طول السوشيال ميديا زي الفيسبوك هذي كيوزر بتعمل scrolling down إلى ما لانهائية هال اللي استاديه نهاية لا كل ما تعمل scroll down بيغير الشاشة بcontent جديد لبوستس تانية وبتتغير بشكل كل مثلا كل second أو كل ميلي second بالcontent الجديد اللي استاديه لليوزر الآخرين عملوا انتراكشن بيه طيب بس لازم حرك برضو توفر لليوزر عملية الساوشينج للكونتنت ده لهو عايز يدور على كونتنت معين أو على فاسيليتي معينة فرند بقى النوع من أنواع البرودكتس المعينة أو اسم بيتج معينة أو اسم بوست أو كونتنت لبوستس معينة فهتوفرنه طبعا عملية الساوشينج الابوتش ده بيتحكم فيه موضل في السوفتو إنجنيينج اسمه الليزي لودينج أمثلة للإنفينيت لست هيجاها زي الفيسبوك طبعا زي ما احنا قلنا أو الابل ايو اس ايميل وزي ما احنا قلنا اليوزرز بيحتاجوا إنه هم ي يعمل الانتو اكشن مع الابليكيشن المعروض بالإنفينيت لست اللي هو مثلا عند وقت داية أو دقتين ثلاثة عايز يعمل مثلا عرض فيهم الإيميل أو يعرف أخبار الناس بسرعة السابع سابع بترن معنا اللي هي جينيورس بيردرز جينيورس بيردرز اللي هي حدود واسعة حوالين الإلمنت اللي حريك تعمله ديزاين علشان تناسب كل أنواع التاب كل أنواع الفينجرز اللي هتعمل بتاب لإلمنت دا كديزاين إيشو هو أي لك هنا زي ما عرضنا من شوية إن الإلمنت دي تكون بأحجان معينة في الاندرويد الستاندرد سايز بتاحها 48 x 48 دي أو 9 مليمتر لل IOS 44 points x 44 points إكزامبل زي ما احنا قلنا لازم يكون الحدود أو الاسبايسينج ما بين الإلمنت وعضوها كافية للتوتشينج ومريحة للعين دي إكزامبل زي الاسكتش بوك وزوم أب زي الانست كاوت طيب آخر حاجة معاينة أو الحاجة اللي قبل الأخيرة اللي هي Loading or Progress Indicator مؤشرات التحميل مؤشرات التحميل معناها إيه؟ أو مؤشرات التقدم معناها إيه؟ معناها يا أنيميشن صغيرة بتعرف اليوزر التابينج بتاعته أو الانترأكشن اللي هو عمله حالا بيتم عمل بروسسينج ليه؟ سي مثلا في صفحة بيحصل لها Loading في حضرتك بتعمل الانيميشن الخاص بالLoading في عملية Installation بتحصل في حضرتك بتعمل الانديكيتور الخاص بالإنستيليشن وأحيانا كمان مش بس كده بتضطر كمان إن انت تعمل هو فات قد إيه في المية ولسه قد إيه فعملية مثلا حاجة زي Downloading or Installing or whatever حركة لازم تراعدة في الحزبان ما تسيبش اليوزر من غير Immediate Feedback لأن لو اليوزر قدامه حاجة Dynamic شغالة عارف بيها إن عملية الانترأكشن بتاعته دي ما رحتش هباء هيفضل منتظر أو هيفضل Waiting for your response لكن لو هو ما حسش بده فهيزهق من الابليكيشن أو ويبسايت وممكن يقفل طيب examples للكلام ده طبعا الموضوع بسيط نحرك أثناء loading تزود حاجة تدل على loading أثناء listening مثلا تقوله إن الابليكيشن دلوقتي بيسمع أنت بتقول إيه أو بيعمل listening لي voice عملية الانستيليشن بيقولك waiting loading and so on للستيت للcurrent state بتاعته طيب جميل جدا آخر بتعوني معانا وهي ريتشي connected app يعني إيه ريتشي connected apps قلناها بشكل ضمني من شوية أن حضرتك بتستخدم أو بت تلينك تلينك your application مع some features اللي تيجي for free مع الموبايل device بتاع اليوزر زي إيه زي الكاميرا زي الفون dealer زي المابينغ زي البراؤزر زي pre-filling credit card passwords and address with data from the user's current context and so on كل الحاجات دي ممكن تفتش your features أو your desired features وتحطها في الابليكيشن بتاعك من الموبايل device نفسه طبعا بعد ما تاخد البرميشن أو بعد ما تحط البرميشن في بداية الابليكيشن بتاعك ان الابليكيشن هيتعامل مع الكونفيتينشن ديتا مثلا أو مع الكاميرا أو هيقدر يوصل للبراوزر أو الداع الفون dealer أو whatever الحركة تحتاجه في الابليكيشن بتاعك بنستخدمه امتى وليه معظم الابس بتحتاج لفول لها للفيشور دي علشان تقدر ان حضرتك سي مثلا عايز numbers for numbers عشان تعمل تعمل للديلر address معين dates معينة علشان تعمل calendar مثلا based event معين طيب email address لو عشان مثلا تفتح أو تبعت email لازم تكون نكت على email app hyperlink لازم تكون نكت على browser لو هتشغل موسيقى أو فيديو لازم تكون نكت على media players الخاصة بال mobile لو حريك عايز تعمل location بتاع user علشان تقدم له اقتراحات معينة يبقى لازم تكون نكت على location أو gps بتاع user وده application تاني مرضو مرضو اسمه simple وده عبر عن banking application بيعمل reading للinformation من خلال الكاميرا للشيك ويبدأ يعمل أو يعمل depositing للشيك بتاع user جميل جدا مثل تاني زي google calendar application اللي بتوصل طبعا من calendar application الخاص بالموبايل بيقول لك في الآخر last message make it mobile make it mobile معناها ما تقللش اهتمامك أو ما تخليش إن حضرت بتعمل design للموبايل يبقى حاجة بسيطة أو تعتبرها من هي task بسيطة أو تخلص منها بسرعة لأ اهتم بيها كويس لأن دي ممكن تبقى هي user experience way للbrand اللي حريك بتعمله design اهتم بال small details بسيطة بسيطة بال micro interaction بال mobile context وي اللي هيتعرض فيه ال content بتاعك كل applications اللي حريك هتعملها لازم تاخد في الحزبان إن هي بوابة الbrand اللي انت بتعمله design شكرا لحضراتكو واشوفكم بإذن الله في شابتر 7 سلام عليكم شكرا